اشتركوا في القناة في نهاية العام الدراسي اخر العام طبعا عندنا اكتر من موضوع اتكلمنا عن بعض الموضوعات في اول حلقات السابقة اكتر من حلقة في محاسب التأمينات وياريت لو انتم محتاجين اي حاجة عن الجزء الاول خاص بحلقتنا النهاردة ان شاء الله او الخاص بالاجزاء السابقة اللي احنا شرحناها تتابعونا ان شاء الله على قناتكم الميازة قناة مصر التعليم الفني على اليوتيوب ومستنين ان شاء الله استفساراتكم باي حاجة او اي سؤال خاص بالمنهج بتاعنا طبعا احنا عارفين ان محاسب التأمينات تقسم الى اجزاء فيها موضوعات متنوعة والموضوع الاول اللي احنا اتكلمنا عليه وقلنا موضوع مهم جدا هو قيود اليومية في محاسب التأمينات وقلنا تطبق محاسب التأمينات في شركات التأمين وكلنا عارفين ان مصر متنوع فيها شركات كتير جدا من شركات تأمين باسماء مختلفة طبعا احنا النهاردة بنكمل موضوعاتنا او تكمل شرح اجزاءنا اللي احنا باذن الله عايزين نكملها لنهاية السنة الدراسية وقلنا امتحاني محاسب التأمينات مش من المواد او المحاسب التأمينات مش من المواد الصعبة فيها اجزاء سهلة جدا في جزء قدر اليومية الاول اللي احنا بنشرحه ده محتاج مننا شوية تركيز شوية بس هو حفظ بيعتمد على الحفظ وبرضو في نفس الوقت بنعتمد على فهم القيد بيت كتب ازاي تمانيات لكم بالنجاح ان شاء الله والتوفيق ياريت تتابعونا وياريت تكتبوا معانا وياريت تبدأوا تحلوا تمارين كتير في معظم اسئلة الكتاب المختلفة وبالنسبة لامتحانات السنين السابقة ياريت بإذن الله كده تحاولوا تكرروا حل التمارين عشان تثبت المعلومة معاك وان شاء الله تبقى امنياتنا لك بالنجاح في نهاية السنة وتكتازم انتحان محاسب التأمينات بدرجة عالية الموضوع مش صعب الموضوع محتاج منك بس شوية تركيز محتاج منك ان انت تحاول تمرر نفسك كتير على حل التمارين ونبدأ ان شاء الله داية حلقتنا لتكملة قيود اليومية بتاعتنا في محاسبة التأمينات خادنا الاقصاء المباشرة والنهاردة بإذن الله بناخد درس جديد تاني اسمه التعوضات المباشرة والنقود اليومية لها اكتر من جزء وهندخل برضو على موضوع جديد جدا في فرع تأمين على الحياة وكلنا عارفين يعني التأمين اما تأمين على الممتلكات او تأمين على الاشخاص او الحياة طبعا احنا بناخد بالوقت الجزء مهم جدا ازاي انا اعمل قيود اليومية في شركات التأمين وهل في شركات التأمين دي لها فرق اخرى او شركات اخرى تابع عليها وبيبقى عندنا في التأمين نركز هتلاقيها متكررة كتير لو جينا على درس لاقصات فيها اقصات مباشرة اقصات اعادة تأمين وارد واقصات اعادة تأمين صادر نفس الكلام في التعوضات تعوضات مباشرة وتعوضات اعادة تأمين صادر وتعوضات اعادة تأمين وارد المهم دلوقتي انا عايزك تعرف انت ولما يجي لك تمرين او يجي لك جزء خاص بموضوع القيود اليومية حدد هل ده يعتبر ارادة بالنسبة لشركة التأمين ولا مصروف على اساس كده هتبدأ تحل التمرين وتعرف تحل واذا كان ده هيكتب في القيد المدين او في القيد الدين باسم الله كده ان شاء الله نبدأ مع بعض بداية الحلقة مع الجزء التاني ودرس مهم جدا هو التعوضات ونبدأ نشوف التعوضات قودي اليومية بكتب فيها ايه بس قبل ما ابدأ التعوضات في جزء نظري احنا متعودين كل حلقة ان احنا نشرح جزء نظري على المنهج بتاعنا نعرفها كان ايه محاسب التأمينات ايه الاسئلة اللي ممكن تيجي وان شاء الله في وقت في الحلقة نختم برضو بجزء نظر مهم جدا من الاسئلة المتنوعة من كتاب المدرسة طيب نبدأ كده مع بعض على الاطار النظري لمحاسب التأمينات الاول طبعا احنا بنتكلم تابع او تابع طبيعة وخصائص نشاط التأمين بيجي سؤال يقول لي ما هي سجلات وحسابات شركات التأمين واعادة التأمين طيب السؤال ده محتاج مني ان انا جاوب على اكتر من نقطة وبرضو اعرفك كل واحدة من دول مفهومها ايه يعني سجلات وحسابات شركات التأمين حوالي سبعة او ستة بناء سجلات وحسابات شركات التأمين واعادة التأمين اول سجل اللي بتستخدمه شركات التأمين هو سجل الوسائق وده تعريفه يجي يقول لي برضو في اكمل ما يأتي تقيد به جميع الوسائق التي تبرمها الشركة ده المقصود بسجل الوسائق بسجل الوسائق ده اي وصائق تبرمها الشركة بتقيد في الدفتر ده او تعقدها الشركة طيب سجل التعويضات تقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة ليه تعويض في اي مكان معين انا من خلال سجل التعويضات ده بقيت فيه التعويضات بتاعتي وبسجلها عندي في السجل التعويضات يبقى واحد عوضات تقالية سجل الوسطاء وتقايد به البيانات التالية للوسطاء الذين يتوسطون في عقد عملات التأمين لحسابها طبعا احنا عارفين ان كل شركة التأمين لها وسيط بيع بيع لها منتجاتها او بيع لها الخدمة لها تقدم لها خدمة التأمين ففيه سجل يقايد فيه اسامي هؤلاء الوسطاء بالنسبة للشركة فيه سجل تاني رقم اربع اسمه سجل الاتفاقات وده طبعا تقايد به جميع عمليات إعادة تأمين الوارد للشركة محليا او من الخارج سواء اتفاقية او اختيارية احنا كده خدنا اربع عشان هكامل بقية السجلات سجل الوسائق وبعد كده السجل التاني سجل التعوضات سجل الوسطاء سجل الاتفاقيات وبعد كده طبعا هناخد الجزء التاني فيه رقم خمسة او هيه سجل الاموال المخصصة يقايد بها الاموال المخصصة والتعديلات التي تطرق على تكوين هذه الاموال اولا باول ثم حساب فروع التأمين اخر حاجة تمسك الشركة حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين على حدة تقايد بها البيانات التحليلية التي توضح الارضات المصرفات المباشرة ثم الارضات المصرفات غير المباشرة فيه سؤال مهم جدا قال لي عرف الشركة القبضة وشركة التابعة يرتبط مجموعة من المحددات تعريف الشركة القابضة والتابعة يرتبط مجموعة من المحددات وهي في ارتباط ما بين الشركة القابضة والشركة التابعة وقلنا أن الشركة القابضة والشركة التابعة شركتين تندمجان أو الشركة القابضة بتشتري أسهم الشركة التابعة بالنسبة لشركات التأمين في بعض المجموعات في المحددات ترتبط بهم زي النسبة الموالي الأسهم المملوكة نسبة الملكية الأسهم الشركة المستثمر فيها قدرة منذوب الشركة القابضة على التأثير المستثمر فيها احنا كده خدنا جزء نظري معنا وبدأنا شرحنا دلوقتي معاكم الجزء النظري بتاعنا يعني احنا كل حلقة كده بإذن الله نبدأ نجيب لكم جزء نظري شوية كده نشوف المنهج بتكلم عن ايه وبرضه حابب انوه اقول لكم ان امتحان محاسب التأمينات في جزء نظري وجزء عملي ممكن يجي لك اربع اسئلة نظري ما بين عرف ما بين صح وغلط ما بين اكمل ما بين وضح ما الفرق وطبعا بقية التمرينات بتعتبر بالنسبة لنا جزء عملي ممكن يجي لك سؤالين او ثلاثة تنوع الاسئلة في الامتحان مش محدد برقم معين احنا لازم نكون حفظين او فاهمين الجزء النظري عشان لو جالي اكمل جالي اختاره بإذن الله في نهاية الحلقة برضو هنتطرق لجزء من اكمل او اسئلة متنوعة بس احنا دلوقتي عايزين نركز اوي في الجزء العملي بتاعنا عشان هو ده الجزء الصعب خلي بالك قود اليومية يعني بنسبة كبيرة فيها حفظ وتعتمد برضو في نفس الوقت على فهم الاجزاء دي جات ازاي وده لي مدين وده لي دين بس بيرتبط بان انت تحاول تحل كتير انا ما اعتمدش ان انا فاهم القيد ده كده وهاجف الامتحان هلاقي برضو الزاكرة مش مركزة اوي وانا بنحاول نقولك تحاول تكتب كتير تحاول تحل تمارين كتير هي يقول اليومية الجزء اللي عندنا يعتبر شبه صعب شوية بس ان شاء الله ما فيش حاجة معاكم بإذن الله تكون صعبة بالنسبة للاجزاء الباقي في المحاسب التأمينات هتلاقي حساب ارادات ومصرفات فرع الحياة او التأمين على الحريق بالنسبة لده حاجات سهلة بالنسبة للشركات القبضة والتابعة جزء سهل فيه جزء تاني قيم الدخل فيه المنهج متنوع فاحنا عندنا المنهج ده لازم نمشي خطوة خطوة وناخده جزء جزء عشان خلاص الرابط الامتحانات ان شاء الله شهرين تلاتة بكتير ونكون ايه دخلنا على الامتحانات باذن الله حسب ما بتحدده الوزارة يوم ايه طبعا لسه ما فيش اي مواعيد مؤكدة على امتحانات اخر السنة او يقال ان هو يوم واحد وعشرين خمسة باذن الله سنة نعمل الدراسة الفين عشرين اتنين وعشرين احنا عايزين تشد حيننا شوية في الفترة اللي جاية عشان الوقت دايق بالنسبة لنا شوية ما عودش اعتمد بقى ان انا فاهم كده واطنش ان انا ذكر الجزء العديم لأ لازم نذكر كده ايه كل الاجزاء كلها مع بعض وخطوة خطوة باذن الله توصل للي انت بتتمناه اللي انت عايز تحققه وكلنا باذن الله هنا في قطاع التعليم الفني وقناة مصر التعليم الفني بنتمنى لكم التوفيه باذن الله في حياتكم بعد كده ان شاء الله طيب نكمل بقى الجزء العملي ونشوف التامنين بيتحل ازاي او اذا كان عندنا جزء نظري تاني طيب في الاطار التطبيقي فرع التامنين على الحياة اول حاجة تابعة قود اليومية احنا بنكمل درس قود اليومية اخدنا ارادات جزء في الحلقة اللي فاتت ارادات واخدنا في الحلقة اولانية الاقصاط المباشرة المرة دي ناخد حاجة اسمها تعويضات المباشرة والتعويضات المباشرة هي التعويضات التي تحصل عليها الشركة او المطالبات من العملاء او الغير طيب في سؤال تعويضات مباشرة عند التعويضات تنقسم الى تعويضات مباشرة تعويضات اعادة تأمين وارد وتعويضات اعادة تأمين ساطر تعالوا نشوف كده اعرف منين التمرين بتاعنا ده بيطلب تعويضات ولا اقصات ولا ارادات ولا اجور ولا ايه بالزبط بيطلبوا بيحددوا معنا لو جيت مثال قلت لك تم تعملات تالية في احدى شركات التأمين فرع الحياة بلغت التعويضات المستحقة طب هو حدد لي كده عندي قال لي التعويضات المستحقة هو دلوقتي بيحدد لي ان احنا بنشرح درس التعويضات وقد تم السداد بعد خصم خمسين الف جنيه قروض اه ممنوحة لحمة الوسائق وفوائدها خمس تلاف جنيه طيب دي محتاجة مننا قروض كده نركز فيها التلات قوض بتاعنا ونشوف التمرين بيتحل ازاي ونبدأ نشوف بس ركزوا على الارقام التعويضات بمية وخمسين خصمنا خمسين قروض ممنوحة وخصمنا فوائد خمس تلاف جنيه احنا عندنا تلات ارقام اهو في التمرين لما تيجي تقول القوض بتاعته بقى تحلها ازاي التعويضات دي المفروض انها هتزيد عندك تعتبر بالنسبة لك مدينة ومين هما اللي دفعوا التعويضات المؤمن لهم فبنسميها كلمة جاري المؤمن لهم يبقى المؤمن لهم بالنسبة لهم سددوا التعويضات التعويضات زادت عندنا باقت مدينة وجاري المؤمن لهم دا ينين عشان قالوا دفعوا قيمة التعويض يبقى تاني سمعكم بتكرروا معايا القيد الاول قيد استحقاق والتاني قيد خصم والتالت قيد سداد لو انت حفظت الشرح واللي قلت استحقاق وخصم وسداد خلي بالك بنكتب شرح القيد مهم جدا في بعض الطلبة بتقول يا مستر طب احنا ما بنكتبش قيد يومية ومش مهمة بالنسبة لنا يعني احنا مش ايه شرح قصلي شرح القيد عندي مش مهمة بالنسبة لي هقول لحضرتك فيه تمانين كتير جدا بتيجي في امتحانات قبل كده ان انا بجيب لك القيد دا عبارة عن اكمل اقول لك من حساب نقط لحساب نقط وقول لك استحقاق التعويضات يبقى انت لازم تعرف ان استحقاق التعويضات دا عبارة عن ايه من حساب التعويضات لجاري المؤمن لهم تاني اقول تاني استحقاق من حساب التعويضات الى حساب جاري المؤمن لهم دا اسمه استحقاق التعويضات بمية وخمسين الف رقم الاول طيب فيه قروض وفوائد اتخصمت من المؤمن لهم طيب المؤمن لهم دول انا خصمت منهم مبلغ والقرض والفوائد بالنسبة لي هيبقوا داينين عشان خاصين بالشركة وطبعا احنا عارفين من اولى ان القرد دامن بيكون داين والمؤمن لهم مدينين بمبلغ القروض والفوائد هم عليهم مبلغ خمسين الف قروض وفيه فوائد على القروض بخمس تلاف يبقى المؤمن لهم عليهم خمسة وخمسين الف طيب اركز بقى كده شوية في الجزء اللي احنا عندنا المؤمن لهم اليوم كام قروض بضمان الوسائق وفوائد قروض بضمان الوسائق خمسين وخمسة خمسة وخمسين طيب هما المفروض هستحق تعوضات منهم عبارة عن 150 ألف يبقى التعوضات دي حتى لو ادفعت للشركة أو المؤمن لهم يبقى احنا عندنا جاري المؤمن له إلى حساب البنك سيدات صف التعوضات المؤمن لهم هياخدوا فلسهم المتبقية وهياخدوها من البنك ثاني التعوض عندنا بيكون مدين عشان احنا مدينين من المؤمن له دي تعوضات بتسددها الشركة بمبلغ 150 ألف ده اسم استحقاق التعوضات طيب بعد كده بخصم منهم قيمة قارد وفوائد قارد هما خدوهم كان بالنسبة للمؤمن لهم بـ 50 ألف وخمس تلاف يدينا 55 ألف ثم بعد كده جاري المؤمن لهم بياخدوا فلسهم من البنك فالبنك بيقل والمؤمن لهم بيزيدوا بـ 95 جات منين 95% وخمسين ألف ناقص لـ 55 ألف يداني 95 ألف جنيه ده بالنسبة لنا على الجزء الأول للأقصات المباشرة يبقى التاني لو جينا رجعنا الجزء بتاع التعوضات هنقول هو 3 قود يومية تعوضات لجاري المؤمن لهم اتنين من حساب جاري المؤمن لهم إلى مذكرين قروض بضمان وبعد كده فوائد قروض قروض بضمان وفوائد ايه قروض ثم من حساب جاري المؤمن لهم لحساب البنك طيب الجزء الأول كده رجعنا فيه على التعوضات المباشرة وقالنا التعوضات المباشرة 3 قود يومية لازم تركز في الثلاث قيود يومية وتحفظهم تعرف تحلهم ازاي قلنا اول قيد تاني مع بعض من التعويضات لجاري التعويضات او جاري المؤمن لهم ثم من جاري المؤمن لهم الى حساب قروض معتمدة او قروض بضمان وحساب فواية قروض ثم من حساب جاري المؤمن لهم لحساب البن كده الجزء الاول عندنا في التعويضات المباشرة اللي احنا شرحناه خاص بالتعويض المباشر وقلنا التعويض المباشر تركز او في كلمة التلات قيود تحاول تحفظهم تحاول تفهمهم مع الحفظ عشان خاطر لما جي لك التامني اقول لك تعودات مباشرة ابدأ اكتب له التلات قيود يومية وغير الارقام التعودات المباشرة طالعة بمية وخمسين الف والمية وخمسين الف تعتبر بالنسبة لنا ده بالنسبة لنا اسمه التعودات المباشرة فبنقول له قيد من التعودات المباشرة لحساب جال المؤمن لهم ثم بعد كده من جال المؤمن لهم الى مزكورين وروب بضمان وصائق وفاية خروض وبعد كده من جار المؤمن لهم من حساب البنك طيب الجزء الثاني فيه تعوضات عادل تأمين الوارد والصادر والتأمين الوارد ليه ثلاث قيود برضو والصادر عندنا ليه ثلاث قيود يومية طيب خدنا الجزء الأول قلنا تعوضات مباشرة ثم في الجزء الثاني معانا ثانيا به تعوضات عادل تأمين وارد أو صادر قال لك تم تعملات الأتيب في إحدى شركات التأمين تعوضات إعادة تأمين الوارد بتسعين ألف وتعوضات إعادة تأمين الصادر بخمسين ألف هو جاب لكلمتين بس هنبدأ الأول بتعوضات إعادة تأمين الوارد ونشوف القوية بتاعتنا بتكتب إزاي إثبات ثم سداد ثم إخفال طيب إثبات التعوضات بنجي كده في نقات في الدفتر بتاعنا من حساب تعوضات إعادة تأمين وارد لشركات التأمين المتنازلة شركات التأمين المتنازلة دي تعتبر شركة بتدفع قيمة تعويض إعادة التأمين بعمل إثبات بإعادة التأمين الوارد بأنه هو مدين بالمبلغ بـ 90 ألف ثم بسدد التعويضات لشركة التأمين المتنازلة محلياً يبقى من حساب شركة التأمين المتنازلة محلياً إلى حساب المال لإحتياط العملات إعادة التأمين هدفع 90 ألف لشركة التأمين المتنازلة محلياً ثم من حساب التعويضات لتعويضات إعادة التأمين الوارد إقفال تعوضات قاعدة تأمين الوارد وطبعا تعوضات بيكون مدينة تعتبر بالنسبة لنا مصرفات أنا بس عايز ركز معكم على جزئين مهمين إن احنا كل جزء من تعوضات عليه قويد يومية فأنت لو عرفت قويد يومية بتاع التعوضات المباشرة إيه هي وبتاع التعوضات عدل تأمين وارد وتعوضات تأمين وارد وتعوضات تأمين صادر هتبدأ بالنسبة لك الموضوع يبقى ساعة ثاني عايزة راجع لعادة تأمين الوارد اعادة تأمين الوارد التعاوضات بتاعته تعتبر تأمين الوارد دا يعتبر تعويض اعادة تأمين الوارد دا إرادلية من حساب تعاوضات اعادة تأمين الوارد لحساب شركة تأمين المتنازلة ثم من شركة تأمين المتنازلة محليا للمال لاحتياط العملات اعادة تأمين ومن حساب التعاوضات لتعاوضات اعادة تأمين وارد احنا بنحس كده ان الخيود يعني بتعتمد برضو عليك شوية يعني احنا ما بنقولش حاجة زيادة ما بنقطرش في القيود يعني ما بنحاولش نقول ده 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 فيه فهم بنسبة 100% لا بتعتمد اعتماد كبير جدا على حفظك للمعلومة وعلى فهمك للمعلومة زي تحلها وازاي تعرف القيود بتيجي والدرس ده بيتكلم عن ايه تمام فلو الدرس بتاعك ده بيتكلم عن حاجة يعتبر بنسبة لك انت وانت بتركز في الدرس تعرف قيود بتاعتك بتتكلم عن ايه هتبدأ ترصها او تبدأ تحفظها وتبدأ تطبقها فالدنيا معاك ان شاء الله تبقى كويسة والموضوع مش صعب محتاج منك شوية تركيز فقط لغير طيب ننقل على جزء تاني تعوضات اعادة تأمين صادر لاحظ كده فيه فرق ما بين القيود شوية فيه بس المدين بيبقى دين والدين بيبقى مديني يعني مثلا من حساب الشركات المصرية للتأمين طبعا للتعوضات اعادة تأمين صادر كنا المرة اللي فاتف بنقول ايه من حساب تعوضات اعادة تأمين وارد الى حساب شركة تأمين المتنازلة هنا من الشركة المصرية للتأمين اثبات ثم تحصيل ثم اخفال تأمين صادر ده اعتبر صادر من شركة فبنت بتحصله من تقول من حساب المال الاحتياط لعملات اعادة تأمين للشركة المصرية للتأمين لاحظ الشركة المصرية للتأمين مدينة خلناها داينة افلناها مع المال الاحتياط لعملات التأمين ثم الخيل التاني من حساب تعوضات اعادة تأمين صادر للتعوضات اخفال لاحظنا ان التعوضات صادر تعتبر بالنسبة لنا في الحالة دي اراد يبقى التعويد لما يكون وارد او بالنسبة للتعويد مباشر بيبقى مدين اما بالنسبة للتعويد الصادر بيبقى بالنسبة لنا داين طيب كده احنا خلصنا الجزء الاول او الاسئلة الخاصة بالتعوضات واحنا دلوقتي ان شاء الله في نحاول ناخد جزء تاني جديد معنا ونحاول نحل التمرين بتاعنا ونحاول نشوف انت لما تجي تحل التمرين تحيله ازاي بالنسبة للخطوات بتاعتك لمحاسبة التأمين طيب الجزء التاني معنا يعتبر جزء مهم جدا في حسابين مهمين جدا معنا هو حساب ارادات ومصرفات فرع الحياة وده من ضمن الاسئلة المهمة جدا اللي بتيجي في الامتحان اه فرع الحياة وفرع التأمين على الحريق وطبعا ننقص من الجزءين حساب ارادات ومصرفات فرع الحياة وحساب ارادات ومصرفات فرع التأمين على الحريق قلنا اه تعريف ارادات ومصرفات فرع الحياة حساب ده حساب ده دفتر زي دفتر وستاذ كده او يعتبر شبه قائمة طبعا قائمة لها جانب واحد أما الحساب لي جنبين طبعا ده جانب مدين وجانب بين تلتزم هيئات التأمين أن تقدم كل سنة للهيئة المصرية للرقابة على التأمين بيانات تتعلق بالميزانية وحسابات الأرباح والخسائر وحسابات الإيرادات والمصرفات لكل فرع من فروع الحياة طيب ثاني هيئات التأمين بتقدم كل السنة للهيئة المصرية للرقابة بيانات تتعلق بالميزانية وحساب الأرباح الخساري وحسابات الإرادات المصرفات لكل فرع من فروع الحياة يبقى عندنا حساب إرادات المصرفات فرع الحياة قلنا ده حساب الشركة بتقدمه في نهاية السنة للهيئة التأمينات أو هيئة المصرية للتأمين عشان تبين فيها أو توضح فيها مصرفاتها أو أرباحها أو خسائرها خلال العام المالي طبعا بتحدده شركة التأمين احنا دلوقتي بصدد أن احنا نشرح الحساب الثاني المهم جدا عندنا حساب إرادات المصرفات فرع الحياة موازي دي حساب تاني اسمه حساب إرادات المصرفات فرع التأمين على الحريق عندنا الحسابين دول مهمين جدا وعادة بنسبة كبيرة إن شاء الله بيجي منهم حساب من الاثنين إما التأمين على الحياة أو تأمين ضد الحريق أو على الحريق طيب الحسابين دول إيه المطلوب مني؟ احنا دلوقتي شرحنا في الجزء الأول من حلقة بتاعتنا قود اليومية ودرس مهم جدا بالنسبة لنا وهو درس التعوضات طيب التعوضات ده لما جاء نشرحه بتكون من إيه مستر؟ في تعوضات مباشرة في تعوضات إرادة تأمين وارد في تعوضات إرادة تأمين ساطر هم كلهم على بعض تسع قود يومية جزء تمرينك وجزء شغلك وجزء الدروس بتاعتك أنا بذكر النهاردة أقصات مباشرة بذكر درس الإرادات الاستثمار بذكر درس التعوضات بذكر أي حاجة خاصة بمنهج قود اليومية في محاسب التأمينات أجزأها واحفظ قيودها مع الفهم اللي أنا شرحته معاك من شوية وقلت لك إن أنت القيود اليومية دي إحنا خذنا تعوضات مباشرة تعوضات إرادة تأمين وارد تعوضات إرادة تأمين صادر كل تعويد من التلاتة دول ليه تلات قيود يومية إنت لو بدأت تمسك الألم والورقة وتكتب القيود دي أكتر من مرة هتثبت معاك وإن شاء الله تبدأ تحلها أول موضوع بنقول إنه سهل جداً يعتمد عليك قبل المدرس كده كده المدرس حفظ القيود وفاهمها وتمام وزي الفل نمى بالنسبة لك أنت محتاج تكرر كتير قوي عشان تعرف تحل التمرين معاك ما يبقى شوايف قدامك أو الدنيا تبقى صعبة طب القيود جات إزاي لا ركز وحاول تمسك كل قيد على حدة أو كل موضوع على حدة وتبدأ تحل طبعاً قبل ما ابدأ في الموضوع الجديد قلت تاني خدنا درس التعوضات والتعوضات تنقسم إلى ثلاث أجزاء واحد تعوضات مباشرة تعوضات إعادة تأمين وارد تعوضات إعادة تأمين صادر كل واحدة منهم لها ثلاث قود يومية زي ما شرحناها عشان وقت الحلقة نحاول ندخل في الموضوع التاني الجديد وحساب إعادة مصرفات فرع الحياة عندنا حسابين في الجزء ده ده مش قود يومية ده جزء تاني زي دفتر الأستاذ حساب زي ما احنا عارفين من سنقول يعني ايه كلمة حساب دفتر له جانبين جانب مدين وجانب دين ونشوف إيه اللي بتحط معانا وكل البنود اللي موجودة معانا وبالنسبة لك هتبقى العملية سهلة جدا برضو لو اعتمدت على الفهم قبل محفظ طيب الدفتر ده بيتم إعداده في نهاية السنة المالية ويقدم نهاية العمل للتأمينات عشان خاطر أبين مصرفات وإرادات شركة التأمين في نهاية السنة في 31-12 أو في نهاية السنة المالية بالنسبة للشركة إذا كانت شركة حكومية فبتنتهي في 32-6 قطاع خاص بنتهي في 31-12 طيب أنا عايز دلوقتي التمرين يا مستر بيجي زي نبدأ نحله زي دام التمرين المهمة جدا والمكررة كتير جدا 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 في امتحانات السنين السابقة برضو عايزك تراجع على الامتحانات كتير وتحاول تحل كل جزء بنشرحه على التمرين بتاعته ولو رجعت القناتنا المميزة على اليوتيوب قناة مصر التعليم الفني وسألت أي استفسار عن أي حاجة في نقطة وقفة قدامك هنحاول نوضحها لك خدها مرجع ليك عشان خاطر أنت وإنت بتذاكر هتجيب الحلقة قدامك وتبدأ تفهم الأنشطة أو إيه اللي مطلوب منك في نقطة إحنا ما تطرقناش لها تبدأ تسألها إن شاء الله بإذن الله هنحاول نقولها لك ونحلها لك وعايز دوقتي كلنا مع بعض نجيبه الورقة أو الألم ونبدأ نكتب كل الحاجات إذا أنا هشرحها دلوقتي القايمة دي تعتمد اعتماد أساسي على حاجتين حفظك للقايمة وفهمك الحاجات بتتجاب إزاي أو بتترص إزاي في القايمتين أو بتتكتب إزاي في القوايا طيب نبدأ كده الحساب التاني والحساب المهم بتاعنا اللي هو حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة مع الجزء التاني هو حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة إنت شايف دلوقتي قدامك التمرين بتاعك أهو ده يعتبر اسمه حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة فيه جزء مدينة على اليمين وفيه جزء داين على الشمال طيب عايز أقول تاني مع بعض التعويد ده يعتبر تعويد مدفوع قلنا في أول الحلقة ده يعتبر مصرف بالنسبة فبنكتب كده ثلاث حاجات مهمين والناتج هيكون رقم أربعة تعويدات مدفوع التعويدات ده مصرف عشان كده كتبناه في أول الجدول على الجانب المدين يبقى الجانب المدينة عبارة عن إيه عبارة عن كل المصرفات تاني الجانب المدينة عبارة عن كل المصرفات والجانب الداني عبارة عن كل الإيه الإيرادات بتاعتنا نمسك جزء جزء كده نشرحه مع بعض إجمال التعويدات بطرح منها تعويدات عادي التأمين صادر وزود عليها تعويدات عادي التأمين وارد يدينا صف التعويدات إذن لو جاه سؤال قال لي أكمل ما يأتي صف التعويدات بتسوي نقاط ناقص ناقص زائد نقاط أو إجمال التعويدات ناقص وزائد اقوله ايه بقى احنا عشان نجيب الصافي بنجمع بنترح ثم نجمع يعني عايز اقولك التعوضات المدفوعة اللي احنا كنا شرحناها في الحلقة بتاعتنا اسمها تعوضات مباشرة ودي تعتبر مصروفات بطرح منها تعوضات اعادة تأمين صادر وده اعتبر اراد فبيطرح من عنا من المصروفات وبجمع عليها تعوضات اعادة تأمين وارد يبقى تعويد اعادة تأمين وارد ده اعتبر مصروف بالنسبة لنا ده برضو هسدده بيتجمع على التعوضات المباشرة ثم يضطرح من التعوضات عادة تأمين صادر يدي نصافي التعوضات طيب تكلفة تكلفة الانتاج تكلفة الانتاج فيها مصروفات كتير حابنا بس نكتب الايه اهم ثلاث نقط فيهم عمولة منتجين ووكلاء مصروفات انتاج مصروفات عمومية وادارية ادي كده اسمها تكلفة الانتاج اتنين مصروفات اخرى زي رسوم اشراف مدفوعة رسوم تسجيل ورسوم ترخيص الاهلاق اقصاد تحت التحصيل يبقى دين مصروفات بابدأ بقى بحاجة مهمة جدا في نهاية المصروفات مخصصات فنية اخر المدة والمخصصات فنية اخر المدة دي مخصصين تاني بابدأ في كوز المخصصات وابدأ اقول له المخصصات عندنا المخصصات الفنية اخر المدة عبارة عن المال الاحتياطي اخر المدة ومخصص تعوضات اخر المدة لاحظ كلمة اخر المدة دي مكررة فبتكتب في الجانب المدين في حساب ارادات ومصرفات فرع الحياة نيجي عن ناحية التانية على جانب الارادات شوفوا انا نهيت بكلمة ايه مخصصات اخر المدة وهنا بدأتها مخصصات اول المدة يبقى بننتهي في المصرفات بمخصصات فنية اخر المدة بنيجي في الجدول التاني في نفس الجدول في جانب الارادات بنبدأ ببدايته بكلمة المخصصات الفنية اول المدة ونفس الكلام ما الاحتياطي اول مدة ومخصص تعوضات اول مدة طيب الاقصات الاقصات بالنسبة لنا بالنسبة للشركة تعتبر ايرادات تعتبر ايه ايرادات كويس اجمال الاقصات هي عبارة عن اقصات يعادل تأمين صادر اجمال الاقصات ناقص اقصات يعادل تأمين صادر زائد اقصات يعادل تأمين وارد تدي نصف الاقصات لاحظ الاقصات هنا دينة وصادها التعوضات مدينة تبا تركزوا معا شوية كده تشوفوا الدنيا سهلة ازاي هنا اجمال التعوضات المدفوعة هنا اقصات اجمال الاقصات تبا دي اقصات ودي تعوضات دي تعوضات مصروفات مدينة ودي اقصات داينة اقصات اعادة تأمين صادر تعوضات اعادة تأمين صادر شايفت كلمة؟ تعوضات واقصات اقصات اعادة تأمين وارد تعوضات اعادة تأمين وارد مخصصات فنية اخر المدة على الجانب المدين مخصصات فنية ايه المدة على الجانب الدين اجمال الاقصاط على الجانب الدين اقصاط مباشرة اقصاط اعادة تأمين صادر اقصاط اعادة تأمين وارد وهنا تعوضات مدفعة يعتبر تعوضات مباشرة تعوضات اعادة تأمين صادر تعوضات اعادة تأمين وارد يساوي صافي التعوضات تعالى بقى بص على كل الاراضات اللي موجودة معك عمولات وخدنا درس العملات في قول جهو مية قبل كده وقلنا في عملات مباشرة وعمولة اعادة تأمين ورد ومتعادة تأمين ايه صادر وعملات تعتبر مصرفات تدفع الى العملاء والسماء السرع بالنسبة او لوكلاء المنتجين بالنسبة للشركة طيب عمولة اعادة تأمين صادر واخن بالك كده تعتبر مدينة مقابلها عمولة منتجين ووكلاء دي عمولة انا بكتسبها تعتبر بالنسبة لاراض دي انا بدفعها يبقى عمولة هتقابلك في التمرين صاف الداخل من السمار اراضات اخرى رسوم اشراف محصلة رسوم تعديل وصائق رسوم دمغة محصلة رسوم اطلاع او استخراج شهادات غرامات تأخير سداد الاقصاد طبعا دي عتبر بالنسبة لنا ايه ما ينتج عندك عجز او فائد طبعا هنشوفها خلال التمرين بس انا عايزكم تركزوا شوية شايف التعوضات هنا مدينة اصادها الاقصاد مباشرة العمولة المنتجين المصرفات الانتاج اصادها هتلاقي اراضات مكتوبة والمصرفات دي برضو اراضات قدامها المخاصطات الفنية اخر مدة على اليمين هنا المخاصطات الفنية اخر مدة على الشمال بعد كده هتلاقي كلمة عمولة اعادة تأمين او عمولة منتجين وكلاء مدينة عمولة اعادة تأمين صادر تعتبر دينة نيجي باسم الله كده على التمرين الاول على المطلوب قبل محل التمرين تصوير حساب إرادات ومصرفات فرع تأمين الحياة في 31-12-2021 طيب الأرصالة التي مستخرجة من دفاتر إحدى الشركات التأمين فرع الحياة نركز على كل كلمة عشان خاطر يا عشان تبقى الموضوع بالنسبة لك سهل هو أقسم بالله ما فيه أكتر من أنا باخد البيان بتاعي أو الحساب وحطه في الجدوى اللي أنا قلت عليه حساب إرادات ومصرفات فرع الحياة هقرأ الأول التمرين ونتناقش مع بعض دي بتحط فين وفين ونشوف التمرين بتاعنا أقصات مباشرة أقصات إعادة تأمين صادر تعوضات مسددة أي مدفوعة تعوضات إعادة تأمين صادر بلغت العمولة المدفوعة المنتجين دي اسمها عمولة وكلاء ومنتجين بمئة ألف عمولة إعادة تأمين صادر ماشي صوف الدخل على الاستثمار رسوم إصدار وتعديل وصائق بكسا إرادات أخرى مصرفات إدارية رسوم إشراف مدفوعة مال احتياطي أول المدة مخصصات تعوضات أول المدة تبلغ المخصصات أخر المدة واحدة عدتين واثنشر ده أخر المدة مخصص تعوضات تحت التسديد ومال احتياطي مسددة تعال بقى واحدة واحدة كده مع بعض نحدد في كل ده كل ده يعتبر مدين ولدين طيب أنا بس قبل ما ادخل على التمرين أنا محتاج منكم شوية تركيز شوية احنا بيجي بيجي لنا في التمرين شوية ببيانات زي ما انت شوفت للوقتي على الايه على الشاشة بتاعتكم ازاي بيجي للتمرين ده كله كل اللي علي أحدد ايه المدين وايه الدي يفضل الترتيب يعني يفضلنا نبدأ بالتعوضات وبعد كده المصرفات ووقفل بالمخصات أخر المدة وهي نبدأ بالمخصات أول المدة بس أنا عايز أقول يعني آه ممكن آه يعني تكون انت فيه ترتيب مش منظم بس أنا بقول امشي على طريقة الكتاب وامشي على اللي احنا بنقوله لك طبعا ده من خلال توجيهات المستشارين المدة والتوجيهات دي لازم احنا بنفذها كلنا كزملة أو كطلبة فلازم أقول لك ان انت لو جالك القايمة دي وانت بترصها احنا بنعمل تصديرك ابدأ سطر ولقة بتاعتك وابدأ سطر جدولك وبعد كده خد البيانات اعرف ايه الاراد وايه المصروف يعني عايز أقول لك لما يجي يقول لك حاجة مدفوعة دي مصروف محصلة تبقى اراد احنا خدنا الحاجات دي في اولى محاسبة اولى وتحصيل واراد وخدنا القايم عرفنا ايه المصروف ايه الاراد فانت بالبديه لو انت مش حفظها هتمسك بيانات التمرين ما عليك الا تعرف تحدد هل ده مصروف ولا ده اراد وبالتالي بالطريقة دي بتبقى بالنسبة لك الجدول سهل جدا مش محتاج اي صعوبة ولا محتاج منك ان انت تقول لا ده 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 صعبة شوية علي لا مش محتاجها صعوبة محتاجها منك ان انت تبدأ تركت ازاي ما هعمل معك دلوقتي طريقة الحل احدد ده اراد ولا ده مصروف يوضع في اين قايمة وهل هو بحط في اول الجدول او في اخر الجدول حسب معطيات التمرين وحسب ما بيقابلنا التمرين بديبدأ نحل وان شاء الله بازن لا ما تقلقش الحساب ده يعني سهل بالنسبة لك وجي فيه درجة كويسة ومكرر فيه اكثر من امتحان سواء اللي احنا بنشرحه دلوقتي حساب ارادات مصروفات فارع الحياة او ارادات او ارادات مصروفات التأمين على الحريق طيب هنرجع لتمريننا تاني ونبدأ نشوف نقطة نقطة او جزء جزء تبدأ تحل الخطوات بتاعتك ازاي عشان يبقى بالنسبة لك التمرين سهل مش معقد اه وطبعا كلنا بنتمنى لكم ان شاء الله ان انتم جيبوا درجة كبيرة جدا في المحاسبات سواء اي محاسبة تأمينية ضرائب محاسبة شركات مساهمة مساهمة محاسبة حكومية اربع محاسبات مهمين جدا في الدبلوم يعتمدوا اعتماد اساسي على الفكر والفهم قبل محفظ ما تحاولش كل حاجة المحاسبة معمولة اصلا عشان تفكير هي او هي زي ازاي رياضة فيها جزء حفظ شوية لكن اعتمادها الاساسي والكبير على تنمية ادراكك وعقلك وتفكيرك عشان خطر تحلها لاني لازم في الامتحان بتاع اخر السنة يكون في فكرة او حاجة محتاجة منك اجتهاد شوية طيب نبدأ الحساب بتاعنا ونشوف التمرين بتحال ازاي وتبدأ تحل او ترس الخطوات دي او الحسابات دي تتحط ازاي في الجدول بتاعك طيب قلنا مع بعض بلغت الاقصاط المباشرة اقصاط مباشرة يا طارى بقى ارادة ولا مصروف طيب ما تراجوا معي كده وهبدأ اسألكم انتوا هتجاوبوا الاقصاط المباشرة بالنسبة لنا سامح حد بيقول لي ده اراد ممتاز الاراد لان ده است بتحصله الشركة من الغرف اعتبر اراد اقصاط اعادة تأمين صادر يعتبر مصروف طبعا يعتبر بالنسبة لنا مصروف لكن بيوضع في خانة الارادات بالطرح يعني احنا خدنا في الجدول اقصاط اعادة اقصاط مباشرة بطرح منها اقصاط اعادة تأمين صادر واجمع لها اقصاط اعادة تأمين وارد التعوضات مصروفات تمام تعاوضات اعادة تأمين صادر يعتبر اراد لكنه يعتبر يوضع في خانة المصروفات عشان ده بيطرح مش بيجمع طيب العمولة المدفوعة مش دي مدفوعة للمنتجين مصروف عمولة اعادة تأمين صادر مش دي خارجة يعتبر جاية لنا بالنسبة لنا احنا صادرة تعتبر اراد طيب بعد كده صاف الدخل من على الاستثمار يعتبر اراد رسوم اصدار وتعديل وسائق اراد ارادات اخرى اراد مصروفات ادارية دي مصروف تتحط في الجانب المدينة رسوم اشراف مدفوعة تعود كده كلمة مدفوعة اهي تعتبر مصروف المال الاحتياطي اول المدة اول المدة بيضع في جانب ال iyاراضات في الاول هو ومخصص تعاوضات اول المدة في جانب الاراضات تبلغ المخاصطات الفنية مقاليش اخر المدة بسACE Kauf anyway 12 الوحدة تتناشر ده يعتبر ايه اخر السنة طب بعد كده مخصص تعاوضات تحت التسديد بلغة طوierz خمسين الف جنيه والمال الاحتياطي قلنا. المطلوب تصوير حساب ارادات المصرفات فرق الحياة. تعالوا نشوف الحساب بالكتب ازاي? والخطوات بتاعتنا. طبعا ما علي ان انا هاجي على التمرين واجي على الحل. عشان تراجع ما كويس. اي تعودات مدفوعة وتعودات اعادة تأمين صادر. شايف كلمة تعودات? تعودات مسددة او مدفوعة وتعودات اعادة تأمين صادر. حطناهم برقامهم وطرحناهم من بعض تلعب مية وخمسين الف. صاف التعودات. طيب. والجزء التاني. اللي هو طبعا اقصات مباشرة واقصات اعادة تأمين صادر. طبعا اقصات مباشرة. ادي كلمة اقصات مباشرة. اقصات اعادة تأمين صادر. بيسوي صافة الاقصات. الاقصات المباشرة طالعة بكمسمائة الف. واقصات اعادة تأمين صادر بمية. هيدينا ربعمائة الف. عايزة امشي. مع مع التمرين افضل. ان احنا نمشي نقطة نقطة كده. عشان نعرف كل جزء بتحط فين طيب الجزء الاولاني اقصات المباشرة واقصات عادة تأمين صادر قلنا بيتحطوا فيه الجانب الدايد بالنسبة لحساب ايرادات المصرفات والتعاوضات المباشرة وتعاوضات عادة تأمين صادر بتتحط في الجانب المدينة حساب ايرادات ومصرفات اول جزء عندنا تعاوضات مباشرة ناقص تعاوضات عادة تأمين صادر زي التعاوضات عادة تأمين وارد ما جاش تأمين وارد خلاص مفيش مشكلة العمولة المدفوعة اركز بتحط في المدين والعمولة عمولة عادة تأمين صادر في الدين تعالوا بقى كده نشوف التمرين بتاعنا اجمال التعوضات عملنا الجدول العمولة المدفوعة بصوا عمولة المنتجين والوكالاء طالع بكم بمبلغ عندي 100 الف جنيه وعندي عمولة عادة تأمين صادر طالع بمبلغ 25 الف جنيه طيب احنا بقى دلوقتي قدامنا عمولة مكلام متجين طلع بمية هي ومصرفات انتاج طلع بعشرة هنشوفها جات في التامنين او لا وهنشوف كل رقم جات زي طب احنا دلوقتي عندنا الرقم بالتالت بلغت لامولها المدفوعة عمولة عاد تامين صدر خلصنا لحد هنا صف الدخل على الاستثمار اراد رسوم وتعديل وسائق اراد ارادات اخرى اراد تعال نشوف التالتة كده مع بعض صف الدخل على الاستثمار وتعديل وسائق وارادات اخرى شايفين صف الدخل على الاستثمار طالع ها بعشرة ارادات اخرى ورسوم تعديل وسائق بكم بمبلغ عندي مبلغ عشرين الف جنيه طيب الجزء التاني بعد كده بلغت رسوم الاشراف المدفوعة المصرفات الادارية ادي اول مصرف رسوم اشراف مدفوعة دول كده يعتبروا بالنسبة لنا مصرف شايف كده مصرفات عمام ادارية ورسوم تسجيل خدنا جمعنا دول ركز بقى في الارقام نقص لي بقى قال لي المال الاحتياطي اول المدة بكذا سبعين الف والمخاصة تعوضات اول المدة بكم بمية وخمسين الف اجمعهم بمئتين وعشرين ثم مخاصات فانية اخر المدة المال الاحتياطي اخر المدة بمئة الف ومخاصة تعوضات اخر المدة طالع بمية وخمسين الف يبقى المجموع كله على بعضيه بمبلغ كده كام خمسة وعشرين الف جنيه طيب او مئتين وخمسين الف جنيه تعالوا بس كده معايا ركزوا في اللي أنا هقوله هجمع أو هطرح أقصد إجمال التعوضات من تعوضات مباشرة 200 ألف من خمسين هيبقى عندي خمسين ألف جنيه أطرحهم من بعض هيبقى النتجة عندي 150 ألف جنيه أدي أول مطلوب ثم أجمع المية زائد العشرة صف التكاليف الانتاج بقى 110 و20 يدينا 130 تمام؟ أدي رقمين كده عرفتهم في الخانة الكلية واجمع المال الاحتياطي العام والمال ده 150 ألف هيطلع ب250 ألف استنوا بس على الأرقام دي شوية تعالوا عن ناحية التانية في الجانب الدين المال الاحتياطي مقصصة تعويد 70 و150 ب220 ثم أقصات مباشرة 500 وأقصات إعادة تأمين صادر ب100 هيطلع يترحوا من بعض عايزكم بخليكوا كده مركزين شوية إن أي حاجة أنا بحطاه بين قصين بتترح أي حاجة تتحط بين قصين كده تحت رقم بتترح 500 نقص 100 دينا 400 فيه بقى عمولات و100 وده كل بصوا يا جماعة هجمع الجنبين شايف الخانة دي والخانة دي فهجمع الجنبين الجنب ده هيطلع 715 700 وكم و15 والجنب ده لما جمعته من غير الفائد ومن غير الجمع لتحت طلع 600 طيب إحنا عايزين نشوف الأكبر هل هو 715 ولا 600 طبعا 715 أكبر من الجنبين الجنب الاداين أكبر من الجنب المدين أنا لما جيت مسكت الألة الحزبة وجمعت 150 زياد 130 زياد 250 اداني 600 مثلا تمام والجنب ده او اداني مثلا عندي كده 590 والجنب ده 715 طب انت لو طرحت الاتنين من بعض 715 من الجنب ده اللي هو 600 هيديني 105 واو هو تعتبر 150 ألف من 500 يعديني كام مبلغ 175 ألف الفائد الفائد يجي امتى لما يكون الإرادات أكبر من المصرفات يعني لما يكون الجنب الداين أكبر من المدين يبقى عندي فائد لما يكون المدين أكبر من الداين يبقى عندي عجز ده الحساب اللي هو كله عبارة عن أجيب رقم من التأمين وأحطه في قلب حساب إرادات ومصرفات فرع التأمين على الحياة هو كده يعتبر بالنسبة لنا احنا خلصنا حاجة مهمة جدا وحساب تاني مهم جدا معنا وهو حساب إرادات ومصرفات فرع التأمين على الحياة هيبقى نقص لنا ان شاء الله جزء تاني على حساب تاني اللي هو حساب ايه بنسميه حساب إرادات ومصرفات التأمين على الحريف يبقى كده حلقة النهاردة خدنا جزء مهم جدا جزء نظري ثم التعويضات وقلنا التعويضات ثلاثة أنواع تعويضات مباشرة تعويضات عادة تأمين صادر تعويضات إعادة تأمين وارد وبعد كده خدنا حساب إرادات المصرفات فرع التأمين على الحياة وقلنا تاني هتعرف تحديد مصرفات وإرادات التأمين جاي مباشر جدا ما فيهوش أي أفكار تبدأ تحط أو ترسل أرصدة بتاعتك المدينة في الجانب المدينة والدينة في الإيه في الجانب الدينة وتجمع الجنبين وتترحل من بعض والناتج إما فائد أو إيه أو عجز لو الجانب الدين اللي هو الإرادات أكبر من المصرفات يبقى أنا عندي فائد في حساب الإرادات لو الجانب المدين أكبر من الجانب الدين يبقى أنا عندي عجز في حساب الإرادات الجزء العمل خلص معنا حابب أكمل معكم جزء تاني بسيط كده على المصرفات أو أصدي على القيود اليومية بعد ما خلصناها ممكن يجي منها جزء نظري ممكن اقول لك مثلا في حالة التعوضات التعوضات عند اثباتها بتكون مدينة او دينة انوع في الاسئلة بتاعك اكمل واختار ومتحانات السنين فاتت فيها كتير جدا اسئلة اكمل فيها كتير جدا اسئلة اختار وفيه صح وغلط نوع كده في الاسئلة عشان تبقى بنسبة لك العملية سهلة انا كده خلصت الجزء العملي هاخد برضو جزء نظري شوية اسئلة متطورة او اسئلة متنوعة عندنا في محاسبة تأمينات وطبعا محاسبة تأمينات هي المحاسبة الحكمية من ضمن المحاسبة المتخصصة وطبعا كل محاسبة من اللي احنا بندرسها لها شعبة معينة طبعا انا بتابع معكم في حلقات محاسبة الضرائب ومحاسبة الضرائب دي خاصة بشعبة الادارة والنهاردة في محاسبة تأمينات دي خاصة لشعر التأمينات وياريت برضو بقرر تاني اي استفسار عن جزء تمام اي استفسار عن جزء خاص بالمادة تتابعوني تعالي نشوف كده الجزء النظري بتاعنا هتعمل في ايه ونحاول نشوف الحل بتاعه بيكون ازاي طيب قال لي ما هي الاسس التي يقوم عليها عقد التأمين سؤال من ضمن الاسئلة المهمة اللي جات في امتحانات سنين قبل كده انا هعمل سؤالين نظري اسئلة مقالية وبعد كده هنتكلم على اسئلة اكمل الاسس بالنيالية يقوم عليها التأمين التعاون او المشاركة قانون الكسرة العددية المسواة في تحمل نتائج الخطر قال لك اذكر من غير شرح طبعا يفضل ان انا ممكن اجا اقول لك التعاون والمشاركة يقصد به التعاون او المشاركة في تحمل الخسائر حيث يتم توزيع نتائج الاخطار قانون التاني او الجزء التاني في الاسس يقوم عليها عقد التأمين قانون الكسرة العددية الكسرة العددية يجب ان يوجد عدد كبير من المستأمينين الذين يتعرضون نوع واحد من الخطر ما يبقاش تأمين عندي بأمن على اشخاص عددهم قليل كده مش هيبقى فيه ربح بالنسبة للشركة فطبعا من قصر تعدد المستأمينين او المؤمن لهم يكون ده من ضمن الايه الاسس اللي احنا بيقوم عليها عقد التأمين عشان خطر نعمل لك عقد التأمين المسواة في تحمل نتائج الخطر عن طريق احصاء ما وقع من اختار في الماضي اشوف السنين اللي فاتت اللي حصل فيها وابدأ اعمل على اساسها الخطر المحتمل في الفترة القادمة طيب الاسس اللي يقوم عليها عقد التأمين اول تاني مع بعض من غير شرح التعاون او المشاركة قانون الكسرة العددية المسواة في تحمل النتائج الخطر سنة اتنين اشرح مبدأ السبب القريب بالتفصيل مبدأ السبب القريب ده بيقول ايه ينص على التزام شركة التأمين لقيمة الوثيقة للمؤمن له في حالة ما اذا كان الخطر المؤمن منه هو السبب المباشر الذي ادى الى حدوث الخسارة او الذي بدأ بسلسلة من الاحداث المتصلة ببعضها البعض يعني انا انا عايز اقول برضو حاجة تانية بالنسبة لنا اللي هو ايه اللي هو مبدأ السبب القريب قلنا اه ده شركة التأمين اه بتحسد قيمة الوثيقة المؤمن له في حالة ما اذا حدث خطر منه هو سبب المبدأ مباشر يعني حصل حادث او خطر اثر في عملية التأمين او هو اعتبر من جزء مؤمن عليه زي مثلا لما كن مؤمن على حريق مصنع او شركة وبيتم بفعلك الحريق في الشركة دي فباخد التأمين بتاعي وهو ده اسمه مبدأ السبب القريب طيب جزء تاني معنا وهو اكمل ما يأتي اختار نقاط الجزء الاول اختار نقاط الاخطار لا تصيب الشخص نفسه مباشرة وفي حالة حدوث نقص من الداخل ومن امثلاتها نقاط ونقاط تعالوا بصوا كده الاجابة بتاعتنا اختار الاشخاص وطبعا يبقى الجزء بتاعنا عارفناه اختار الاشخاص هي التي تصيب الشخص نفسه مباشرة وفي حالة حدوثها نقص في الداخل من امثلاتها وفاة حوادث شيخوخة. يبقى احنا دلوقتي الجزء بتاعنا هو ايه الاخطار اللي بتسيب الشخص مباشرة دي اسمها اخطار الاشخاص. ومن امثلتها قلنا وفاة او حوادث او شيخوخة. طيب القسط لازي يمثل مبلغ القسط يمثل المبلغ لازي يلتزم به المستأمن بدفع الى المؤمن. مقابل تحمل طبيعات الخطر طبعا طبيعات الخطر ايه? المؤمن منه. ادي التلاتة هم كل جزء من ده عندنا عليه آآ اكمل نبدأ نحلو بطريقة سهلة بالنسبة. طيب مبدأ التعويض يعتبر عقد نقط حيث ان شركة التأمين لا تتعهد بسداد مبلغ معين انما تعد بسداد نقط طبعا القسط عن نقط المحققة. طيب نشوف كده الحال بتاعها. مبدأ التأمين تعويدي اهو مبدأ التأمين يعتبر عقد تعويدي حيث وشركة التأمين ده تعاد بسداد مبلغ ما نتعهد بقيمة التعويض. عن ايه بقى? قيمة التعويض عن الجزء بتاعنا عن الخسائر التي حدست طيب رقم اربعة سجل نقط ده سجل الوسائق يقيد به جميع الوسائق التي تبريمها الشركة بينما سجل يقيد به جميع المطالبات التي تقدم للشركة طبعا بيكلم عن ايه سجل التعوضات ودول شرحناهم اول الحلقة يعتبر عقد التأمين على الحياة من العقود نقط حيث انها قد يطول يغطي نقط نشوف الحل بتاعنا الخطوة بتاعته طيب يعتبر عقود التأمين طولة الاجل وطبعا بتوعب مدى الحياة يبقى يعتبر عقد التأمين على الحياة من عقود طولة الاجل حيث انه عقد يطول ليغطي مدى الحياة مبدأ المصلحة التأمينية هو نقط التي مجابة يتحمل المؤمن له نقط اذا تحقق الخسائر لسه شرح مبدأ المحاسبة التأمينية اهو علاقة مصلحة وطبعا في نفس الوقت مبدأ المصلحة التأمينية عبارة علاقة مصلحة التي مجابة يتحمل عما أنه مؤمن له الخسارة إذا تحققت خلال فترة زمنية محددة جزء أكمل كده يعتبر خلصناه وخلصنا الجزء بتاعنا الخاص بمحاسم التأمينات وخدنا أكتر من جزء معانا وخدنا أكتر من حاجة في حلقة النهاردة وحلقة النهاردة لجعنا فيها مراجعة بسيطة كده نشوف الحاجات اللي احنا خدناها وإحنا نحاول نذاكرها تمام بعد كده أخدنا أقصاد تعويضات تعويضات مباشرة تعويضات أعد تأمين صادر تعويضات أعد تأمين وارد ثم حساب إرادات مصرفات فرع الحياة وعد كده جزء نظري نتمنى إن شاء الله أن يكون حلقتنا نالت إعجابكم وتستفادوا بيها وإحنا إن شاء الله بنتمنى لكم هنا من قناتكم منارة التعليم التجاري قناة مصر التعليم الفاني تمام قناة التعليم الفاني التجاري تعتبر بالنسبة لنا جزء مهم جدا لكل تعليم فاني أو صناعي أو تجاري حابب إن أنا أقول قبل ما أختم حلقتنا لسه لازم أراجع برضو معاك مراجعة بسيطة على الحاجات اللي احنا خدناها بدأنا الحلقة بجزء نظري وقلنا التعريفات وقلنا بعض الأسئلة الممكن تيجي في الانتحان وبدأنا بعد كده على الأقصاد طبعا عشان تلمي بالحلقة بتاعتنا خدنا الأقصاد الحلقة الأولى ثم العمولات في الحلقة الثانية وحلقة النهاردة خدنا سؤال التعويضات أو قيود اليومية الخاصة بالتعويضات والتعويضات دي تلات موضوعات مهمين التعويض الأول هو تعويض إعادة تعويض مباشرة أو تعويض مدفوع ثم تعويض إعادة تأمين وارد ثم تعويض إعادة تأمين صادر ده حضرتك خدت كل درس وبدأت تحفظ القيود بتاعته هيبقى بالنسبالك الموضوع سهل جدا مش محتاج أي مشكلة ثم خدنا بعد كده جزء مهم جدا على قيود اليومية بعدها خدنا حساب وعندنا حسابين في الجزء التاني من المنهج بتاعنا وده خاص بإرادات المصروفات فرع التأمين على الحياة وفي حساب إرادات المصروفات فرع التأمين على الحريف إحنا خدنا النهار ده فرع التأمين على الحياة وقلت لك وإنت بتحل تحاول تركز وتحاول تفهم إيه المخلوب منك يعني مثلا إيه الإرادات وإيه المصروفات وإيه البيانات بتاعتك بتكتفها إيه لو بالنسبالك التمرين بقى آآ سطرت الجدول وخدت البيانات بتاعتك ورصتها كل حاجة مكانها هيبقى بالنسبالك الموضوع متهيئة دي سهل مش محتاج أي صعوبة ومن الراجع تاني أي أقصات عايزة راجع على حساب إدارات المصروفات تاني أي أقصات بالنسبالنا تعتبر أقصات مباشرة توضع في جانب الإرادة أي تعويضات توضع في جانب إيه المصروفات أي مصروفات عندك زي عملت وخلاء منتجين وبعدها برضو بعد عملت وخلاء منتجين أو أي مصروفات إدارية أخرى تعتبر من ضمن المصروفات إرادة استثمار تسجيل وسائق دي اعتبر من ضمن الإرادات ومعانا مخصصات المخصصات الفنية في منها أول المدة وفي منها آخر المدة تاني بركز مخصصات فنية آخر المدة بتوضع في آخر التمرين بتاعنا طبعا أنت عارف آخر التمرين بتاعنا طبعا أنه آخر الجدول على جانب المدين ومخصصات فنية أو المدة بتحط فيه في الجانب إيه داين عايز أرجع مراجع بسيطة معاكم على الجزء بتاع قيود اليومية واللي احنا خدناه خدنا في الحلقة بتاعتنا جزء الأول اللي هو الخاص بالإرادات وخاص بالجزء النظري ثم قيود اليومية طيب قلنا برضو قيود اليومية على عدد تأمين التعويضات هي التعويضات عندنا فيها ثلاث قيود يومية تاني أرجعهم مراجعة بسيطة تعويضات مباشرة أو تعويضات لجاري مؤمن له من جاري المؤمن له إلى المسكولين قروض بضمان الوسائق وفوائد قروض بضمان الوسائق طيب وبعد كده جاري المؤمن لهم وبعد كده البنك دول التلاتة الخاصة بالإيه بالقيود الخاصة بالتعويضات المباشرة ثم بعد كده خدنا تعويضات إعادة تأمين وارد وتعويضات إعادة تأمين وارد من حساب تعويضات إعادة تأمين وارد التأمين الوارد. طيب. بكده نكون انتهينا من حلقتنا النهاردة. يا رب نكون ان شاء الله نكون عند حص نظنكم ونكون وفقنا في شرح المادة معاكم. وبازن الله مكملين لحد ما نوصل لحلمنا بازن الله في نهاية السنة آآ الدراسية. وتمانيات لكم بالنجاح والتفوق. كان معكم مستاذ محسن الشريف معلم وزارة تربية والتعليم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.